وحدها كراسي الإعاقة والعكازات من تحضر برفقة هؤلاء بعد أن غابت الحكومة أو تغيبت وأغمضت المرضمات الإنسانية عيونها لكنهم هنا رغم الإهمال والتغاضي أقوى من أي حضور هنا أصواتهم صدى أوجاعهم نصف أقدامهم آلامهم ما زالت تلهم وتخيف للعالم الآن أن يتخيل كيف يموت الناس ألما وهم يبحثون عن الدواء وينتظرون فرصة إسعافهم لتركيب أطراف صناعية وله أن يتخيل أيضا تاريخ وحجم هذا الملف النازف دما ومدى الإهمال الرسمي له وضآلة التضامن الإنساني معه منذ 11 فبراير 2011 بقي ملف الجرحى مهملا منسيا ونمت معه كتل القهر في بلد مثخن بالوجع والجروح فقد حدث وأنقضت المحكمة الإدارية في منتصف العام 2012 بإلزام الحكومة بمعالجة جرحى ثورة فبراير السلمية لكنها لم تتقدم كثيرا في سبيل ذلك تعددت المؤسسات وأنشئت الصناديق الخاصة بعلاج الجرحى لكنها ظلت رهن وضع سياسي محتقن ومضطرب وعندما اشتاحت ميليشيا الحتي صنعاء واسقطت الدولة صادرت كل المؤسسات فيما أغلقت البعض أبوابها وصارت ملفات الضحايا جزءا من ذاكرة النسيان في العالم أيضا من يسأل ماذا لو كان هؤلاء استنجدوا بقتلتهم لا بمسؤولهم وثم من يقول ماذا لو كانت حكومتهم تعي المسؤولية الحقيقية وحجم المهمة التي ضح هؤلاء من أجلها لربما ذهبت بهم إلى أرقام الصشفيات العالم وأحدثها أقران لهم يخضعون للعلاج في الأردن والسودان والهند والبعض في السعودية ويتعرضون لبعض المشكلات في المصشفيات والفنادق جراء تأخر تسديد فواتير العمليات والإقامة وافتقار بعضهم للمصاريف الشخصية أكثر من مرة توجه الحكومة بمعالجة جرح الحرب لكنها لم تنفذ من تلك التوجيهات شيئا لتبقى المهمة في مستوى التصريحات للفعل وهو ما يثير الكثير من التساؤلات عن مصير الآلاف لا يقتصر الأمر على جرح الحرب من الجيش والمقاومة فحسب وإنما من المدنيين الذين تمتلئ قوائمهم بالنساء والأطفال تتحدث الحكومة أيضا عن دور نشط لمركز الملك سلمان في مجال الإغافة لكن هذا الدور لم يتضح بما يخص ملف الجرحة وتبدو الحكومة غير فاعلة أو تكاد في العمل على إنجاز هذا الملف مع كثير من المراكز والمنظمات الإنسانية وصلت الأزمة ذروتها والمأساة مدوئة ولا يفعل شيء للرئاسة اكترثت وللحكومة أيضا التي وجدت وقتا لتفاوض مع القتلة على طاولة واحدة بينما ألوف الجرحة مبتوري الأقدام يتكدسون في تعز وآخرون يلحقون بهم كل يوم